بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم والدرس السادس قياس وتشخيص القدرات الإدراكية وهو مجال من مجالات التقييم الأساسية عند قياس وتشخيص القدرات الإدراكية نهدف إلى معرفة مدى فهم الفرد وتفسيره للمعلومات التي تأتيه عن طريق حواسه وكيفية استجابته لها طبعا المهارات الإدراكية تنقسم إلى المهارات الإدراكية البصرية والمهارات الإدراكية السمعية والمهارات الإدراكية الحركية ومهارات الانتباه نهدف في تقييم هذه الجوانب إلى التعرف إلى نقاط القوة والضعف في المعالجة الحسية ومعالجة المعلومات ويمكن أن يساعد فريق التقييم في تحديد ذلك من خلال معرفة أفضل طريقة يتعلم بها الطفل من المهم هنا أن نعرف أن القدرات الإدراكية لدى الطفل تلعب دورا أساسيا في تفسير الصعوبات التعلمية التي يعاني منها بعض الطلبة غير أن تقييم هذه الجوانب الإدراكية يزيد من فهمنا لحالة الفرد ووصفه بشكل عام فعند التقييم ينبغي أن نتأكد من أن الصعوبات الإدراكية الظاهرة لدى الطالب ليست نتيجة لقصور بصري أو سمعي وبالتالي لا بد من إجراء فحص البصر والسمع للتأكد من سلامتهما وذلك قبل تقييم القدرات الإدراكية من أجل تحقيق هذه الغاية ظهرت لدي مجموعة من الاختبارات التي من خلالها يتم قياس القدرات الإدراكية سواء البصرية أو السمعية أو الحركية ومن أشهر هذه المقاييس مقياس فروستج للإدراك البصري طبعا ظهر هذا المقياس على يد ماريان فروستج وزملائها لتقييم الإدراك البصري وهذا المقياس يتألف من 57 فقرة موزعة على خمسة اختبارات فرعية هي اختبار التكامل البصر الحركي يتألف من 16 فقرة متدرجة في الصعوبة واختبار التمييز بين الشكل والأرضية ويتألف من 8 فقرات متدرجة في الصعوبة واختبار ثبات الشكل ويتألف من 17 فقرة متدرجة في الصعوبة واختبار موقع الشكل ويتألف من 8 فقرات متدرجة في الصعوبة واختبار العلاقات المكانية ويتألف من 8 فقرات متدرجة في الصعوبة طبعا هذا الاختبار يصلح للأطفال في الفعاية العمرية من 3 إلى 8 سنوات ويتراوح مدة تطبيق المقياس ما بين 30 إلى 40 دقيقة في حالات التطبيق الفردي ومن 40 إلى 60 دقيقة في حالات التطبيق الجمعي وتصحيحه يحتاج إلى 10 إلى 15 دقيقة وهذا المقياس توفرت له دلالات صدق وثبات جيدة أما المقياس الآخر فهو مقياس وبمان للتمييز السمعي وهذا المقياس يصلح للفئات العمرية بين 5 إلى 8 سنوات ويستغرق تطبيقه من 5 إلى 10 دقائق طبعا هذا المقياس يتألف من 40 زوج من الكلمات التي لا معنى لها منها 30 زوج تختلف في واحدة من الأصوات المتجانسة في حين لا تختلف العشر الباقي في أصواتها بل وضعت من أجل التمويه حتى نعرف صدق الطالب في الإجابة من أجل ضمان صدق أكبر في استجابات المفحوص وتختلف الأزواج المتجانسة إما في أولها أو في وسطها أو في آخرها وهذا المقياس توفرت فيه دلالات صدق وثبات جيدة ويشترط هنا عند تطبيق المقياس عدم رؤية المفحوص لشفاه الفاحص أثناء نطقه لأزواج الكلمات وعند التصحيح يعطى المفحوص درجة واحدة عن كل فقرة يجيب عليها بشكل صحيح وتكون العلامة الكلية على المقياس 30 درجة ثم يتم تحويل هذه العلامة الخام إلى علامات معيارية بالرجوع إلى جداول خاصة